كما أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أهمية شبكة الطرق لنقل حجم الإنتاج الزراعي الضخمة من مشروع مستقبل مصر وعشر رئيس سيسي إلى أهمية مشروعات طبطين الترع ومحطات الرفع في تنمية الزراعية لما جيت أعمل طريقين هنا طريق الضبعة وطريق ودى النطرون العالمين الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور صح كده؟ طيب ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها تسع حراط قالوا الناس لازم يتقوى الكلام ده هو الناس متصورة أن احنا بنعمله عشان نروح به اللي ايه؟ الساحل 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 يعني لا هو مش الساحل احنا بنتكلم عشان الشغل اللي بتعمل هنا لأن حجم الإنتاج اللي هيطلع من الأرض دي الضخمة جدا وبالتالي كان لابد أن يبقى فيه شبكة طرق تخدم عليها أنا بس بقول ده كأحد عناصر أو مفردات البنية الأساسية لمشروع كبير زي ده نفس الكلام ده ينطبق على شقة طرع سواء كانت طرع دي طرع مكشوفة أو طرع يعني مقفولة بمواسير نفس الكلام يتحط على محطات الرفع اشتركوا في القناة